هنروح لكرة السلة سيدات كرة السلة سيدات انتو عارفين فيه جهاز فني جديد بقيادة كابتن طاري خيري تولى المسئولية قبل دور التمانية في دوري السوبر لكرة السلة طلعنا قابلنا الشمس كسبنا طلعنا قابلنا هليوبلس لعبنا تلات مباريات ليه لعبنا تلات مباريات بيستوف سريم مفروض نكسب اتنين نكمل هليوبلس كسبنا فرق نقطة في المباراة التانية المباراة الاولى انتهت سبعين تلاتة وستين وفزنا بيها رحنا على المباراة التانية نادي هليوبلس المحترم طبعا بقيادة كابتن هابل الفي فاز على النادي الاهلي بنتيجة اتنين وسبعين وواحد وسبعين فرق نقطة واحد رحنا واحتكمنا للمباراة الثالث والحمد الله فضل الله فزنا سبعين تلاتة وستين وبناء عليه تأهلنا للمباراة النهائية لملاقات نادي سبورتينج العنيد والمنافس والقطب الثاني لكل مباراة النهائي السنادي مع فريق السيدات ولكن فريق السيدات الحقيقة السنادي بيمر بموسم صعب إصابات عندنا لعيبة يكفي ان ثورية أفضل لعيبة في مصرية وأفريقية وهدافة الفريق هي وطبعا ندين ندين طبعا الحمد لله عادت فترة مصابة لكن هي دلوقتي زي الفل وبتلعب ثورية حتى الآن لم تعود إلى الملعب فانت خسران كل مطش عشرين خمسة وعشرين نقطة اللي بتحطهم ثورية ومع ذلك أنت طرف في النهائي دائما أبدا اتحاد السلة لسه محددش مبارات النهائي هتبقى فين وإمتى بس بتوقع يعني دايما بتبقى هتبقى سلسلة بستو فيب لأن ده فينل أتوقع أنها تبقى على هنا في القاهرة لأن قبل النهائية عمل في برج العرب أتوقع أنها يكون هنا في القاهرة موارد جدا يكون على مجمع الدكتور حسن مصطفى أحد الصروح الرياضية الكبيرة اللي موجودة دلوقتي في مصر أو ممكن في صارة الشباب الرياضة عندنا دلوقتي بنية تحتية كبيرة جدا عندنا صلاة المعاصمة الإدارية صالة النادي النادي اللي موجودة في العاصمة الإدارية برضو حدث ولا حرك عندك بنية تحتية أتصور أن إن شاء الله هتيجي المبارات أو الفاينل هيكون هنا ولكن لما يتحدد موعده حتى الآن أنتم حضاك عارفين كل سنة حضاك الطائبين داخلين على رمضان وبيبقى أزمل كل اللي جنة المسابقات أنهم يوفقوا المبارات خلال شهر الشهر الكريم لأن طبعا حضاك معارفين الصيام والصفر بيبقى صعب على اللاعبين إن هم يلعبوا وهم صعبين فبنلعب بعد الفطار تبقى الأمور مش ماشية كويس مع الرياضة ولكن مضطرين يعني ممكن وارد جدا ينلعب ونروح على المباريات في إن شاء الله شهر رمضان المبارة كل سنة وحضاككم طائبين شكرا